مشاهدينا جمعة دايماً نحكي ديزاين بفقرة تهتم بكل تفاصيل الأركيتكت هنادي أبو جودة حداد بس اليوم معنا لا بيفور ولا آفتر اليوم راح تخبرنا عن one of the masters in architecture اللي اسمه فرانك لويد رايت هنادي رايت خبرين صح مزبوط اليوم راح نحكي عن جد عن حدن ماستر بالاركيتكتر نحن مندرسه بالجامعة ومندرسه كمان بالجامعات بالارشيتكتور وهو فرانك لويد رايت القصة اليوم راح نحكي عن تحفة فنية عملها فرانك لويد رايت هو الفولينغ ووتر بروجين عمل معه السكتش بساعتين بس لأنه الكلاينت قال له أنا جاي لعندك وما كان هو متوقع أنه جاي لعنده الكلاينت وكان على الطريق بده ساعتين ليوصل لعنده فشوفه كيف عملت هذه التحفة الفنية بساعتين وكيف أنه الارشيتكت إذا عنده الفكرة براسه بيقدر يجسدها على ورقة وتصير بعدين هالتحفة الفنية اللي حنشوفها راح نحكي عن الفولينغ ووتر هيدا بروجي إذا فتوا على جوجل أو فتوا على هالله مترح وشفتوه راح تفهموا أكتر وتكون عندكم وقت تشوفوا بتفاصيله كلها بالارشيتكتور من بره ومن جوه اليوم راح نبلش نشوف الانتيرير طبعه ونشوف الارشيتكت كيف عمل الارشيتكتور دانتيرير بالبروجيه وكيف خلينا نعيش الحالة يلي الكلاينت يلي هو الزبون طبع البروجيه بيت الزلمة أصحاب العلاقة عيشوا هيدا الإكسبريانس الفكرة من الخبرية أنه أصحاب العلاقة هالزلمة البزنسمان يلي قرر بده هالبروجيه يتعمر هو حدا بيشتغل كل الجمعة وبيروح بالويك أند بيعمل هايكينج والمحل يلي بيحبه كتير وبيروح يعمل فيه هايكينج هو بقطعة الأرض يلي اشتريها ليعمر هالبيت فيه مطرح ما فيه هالشلال والماء على طول بيحبه يروح يعمل هايكينج حدا فطلب من فرانك لويد رايت أنه أنا بدي أعمر بيت هونيك وبدي أحس حالي عايش بالطبيعة دايما بالهندسة في عنا حاجة في عنا حجة المهندس بيخده من صاحب العلاقة وبيجسد الفكرة وخلينا نشوف أول صورة ونبلش نحكي عنا إذا بتطلعوا بالأرشتكتورة اللي عم نشوفها هلأ بأول صورة منشوف كأنه هالبيت فيت بقلب الأرض على الآخر يعني انتجريل مكسيموم الفكرة منه أنه الماء اللي أصلا نازل وهالنهر اللي نازل بهيد الأرض تضل موجودة ونضل نحس أنه هو ماشى النهر تحت البيت بس الفكرة أنه ما نشوفه دايماً نضل عم نسمع صوته للماء نسمع صوت الماء عم تنزل على طول بس مش عطول تكون مبينة قدامنا طيضل فيه الفي السوربريز بالأرشتكتور طلعوا بهالدالات أو إذا بدنا نحكي هالبلاتفورمات البيتون يلي معمولين وطايرين هيك لحالهم بالهواء كأنه نشكين بقلب الأرض لأنه الفكرة منه كانت أنه يبين كأنه صخرة منحوطة والعالم عايشين بقلبه هالشخص يلي بيته نعمل وصار بالآخر هالتحف الفنية الاسمه الفولينغ ووتر هاوس كان بده هيد الكشي بس ما كان عم يعرف يشرح له يشرح كيف بده لوقت ما فرانك لويد رايت راح على الأرض ودرس الأرض كله هونيك وعيشت شوي بهيد الطبيعة وطلع منه هيد الفكرة واعتمد على كذا شغلة من الطبيعة مثل الحجر وأكيد الخشب ورجع دخل الحديد والأزاز وكل هول رح نشوفهم بالصور التانية بس ولقت وقتا نفوت أكتر على التفاصيل خلال ننقل على صورة تانية نحكي عنا كمانا ومنشوف كيف حط الخريطة العامة طبع البيت اذا بتطلعوا بتشوفوا هالا الدساء هيدا الرسم هيدا نحنا اليوم منشوفوا انه شوي قديم وكذا ايه أكيد لأنه هيدا من التلاتينات بس نحنا عم نحكي عن حدا من أهم أرشيتاكت ما رأوا بتاريخ الهندسة اللي نحنا مندرسها هلأ وصار وي مودرنايزت حتى له هلأ اذا بتطلعوا مثلا بالنص وين فيه مثلا عنا حجر وهيك نشوف الصخرة قاعدة بنص البيت وفيه عنا التاش الحامرة فوق والتاش الصفرة فوق تحت بالنص وين فيه هيدا الصخرة هي اذا بدنا نقول هي نويو أو هو الأساس يلي ركب عليه كل هالهندسة هالمهندسة هو حط فيها بيت النار عمل فيها هون الشمينة وقال أنا القاعدة الأساسية بهالبيت بدأت تكون الشمينة بالنص وكأنه كل البلاتفورمات يلي بدون يدوروا حواليها بدون يكونوا معلقين فيها كرمالتها ما يقزي الطبيعة وما يحفر أكتر أخذ قديم بيقدر يطلع له من الصخرة وعمر حده معناتها الشمينة كانت هي الأساس وركب بلاتفورماته كلهم حواليها وهلأ كل ما بيقطع بكل طابق منشوف هيدا السيلاند أو هيدا الفوليمي اللي هو الشمينة بيكرر حاله بكل الطوابق وكل طابق بيصير يصغر ويصغر كرمال الستركتور أصلا تتزبط وكرمال الارشتكتور تما تغطي على بعض رح ننقول على الخريطة التانية كرمال لنفوت على الصورة التانية كرمال لنقشع كمانا أكتر كيف هالبيت مثل ما أنا قلت انتجري بالطبيعة أكتر طلعوا هون كيف عم نشوف من غير أنجل كيف عم نشوف استيحات استيحة فوق استيحة فوق استيحة الفكرة مننا كانت أنه كل بلكون يطل على التانية كرمال تيدل فيه كوميونيكيشن مع الطبيعة ومع الإنسان يعني هون عم يحكي مع الإنسان والطبيعة كيف بيصير فيه هالإنسجام يعني من الطابق الأول يلي هو السالونات عم بيطل على الطابق اللي تحته من البالكونات فيه هالكوميونيكيشن ومع الطبيعة أنا بحس أنه هالبلاتفورم كأنه هو صخرة بس كأنه جلسته وملسته وصارت هي هالسطيحة تطلعوا كمانا كيف شاغل وقتا بنطلع لفوق أكتر بنطلع منشوف بالصورة عم نشوف هالمبنى الحجر الصغير يعني بنطلع منلاقي بيتون ولونه على باج بس في عنا الفوليم يلي هو حجر هيدا الفوليم يلي هو الشمينة يلي هي أساس الستركتور أو أساس الهيكل الأساسي طبع كل شيء كأنه أنا عندي سيلاندر وعم دخل بقلبه بلاتفورمات من كل الميلات وهو يلي عم يعمل الروتول طبع هالأرشيتكتور ليه أنا عم شدد على هيدول لأنه عم بيجي أقول كيف الإنسان بيتعطى مع الطبيعة كيف بيعيش بقلب الطبيعة تخيلوا أنتوا لو هيدا البيت نحفر كل هيدا الجبل وتعمر البيت على طريقة واحد عزوقه يشتغل هكي فيوليم أرشيتكتورال موديرن وما كان أبدا صار هيدا التحفة الفنية وما كان أصلا جاوب اللي كان بده إياه صاحب العلاقة كل الخبرية من الموضوع أنه هالزلمة يلي بده هالبيت راح اشترى هيدا الأرض يلي فيها هيدا النهر وبتنزل للنهر وبده يسمع صوت المي وبده يجي يعمر بيت هون وقتها الأرشيتكت جاء له أوكي راح عيش هونيك وقال أنا البرسبشن يلي بدي عيشها به هالإسباس بدي جاوب على متطلبات الشخص يلي بدي عمر له البيت يعني الأرشيتكتور تبعي بدي تكون مية بالمية كأنها طالعة من هالطبيعة المي بدي اسمع صوتها بس ما ضروري على طول شوفها لأيضل عندي سوربريز كل ما بفوت بالبيت بسمعها شوي بشوفها نازلة بالبيت شوي بتختفي والخدار حواليه بدي يكون عامل أنفلوب كامل لها الفوليوم أو لها الأرشيتكتور اللي أنا عمرتها كرميل تكون أعتيت الإحساس طبع الشخص وقتها كان يروح يقاض هونيك ويعمل يعني يكسدر بهذه الطبيعة ما يروح هيدا الإحساس وما يجي يقول ياريتني كتعمرت هيدا البيت بالمدينة كان عطاني زيت لفة خلينا نشوف صورة تانية وكمانا منفوت هلأ على الانتيريور ومنشوف كيف الانتيريور بيعمل ريفليكسيون للاكستيريور طلعوا هون هالنحطة طبع الدرجة اللي عملها من طابق لطابق هون عم نطلع عم نشوف قده في يعني قده في انسجام بين الانتيريور والاكستيريور المي كيف هون عم شوفه عم تفوت من حده المي وصوت المي هي عم تخليني تعزمني ادخل عهيدا البيت وبطلع هالدرجة اللي هو خفيف وبذات الوقت موجود كيف يعني خفيف وموجود خفيف انه انا منه بلوكات ومنه مسكر على بعضه بتطلع بلاقي كل درجة في فراغ بين الدرجة والدرجة معناتها نظري عطول بيقشع من خلالها هيك بسميه خفيف وبذات الوقت موجود يعني تحفة موجودة ومشغولة لانه بتطلع كمان هالدرجة منه درجة رقيقة او يعني كأنه رح تنكسر بالعكس بحسة بلاتفورم روبوست يعني يعني قاسي وهيكي ضخمة وبذات الوقت لدرابزين طبعا منه درابزين عادي هو هالفوليمات البرتكال او هالعواميد العمود البرتكال يلي عم بيحددو لدرابزين هيدا الارشيتكتور عم نحكي نحن من الثلاثينات نحن هلأ عم نعتمد كمان هيدا الديزاين نحن هلأ بالارشيتكتور مودان مناخد هول التبس كمان ومناخد هيدا الافكار وعم نجسطها بضريقة مودان بس هيدا البروجي عم نحكي من الثيرتيز وعم نحكي كيف هو من وقتا اللي بلش بده يدخل الانتريار على الارشيتكتور اكستريار كيف خليهون يكونوا كتير بيشبهوا بعضهم من تقليعة البيت ومن كيف أنا بدخل على الاسباسات بهيدا الطريقة مثل ما قلت لكم المي هوني وكيف استعمل هالبلاندو يلي خلى الشجر يبقوا كلهم حواليه ماشي كأنه معمر بقلب النهر كأنه معمر على قد بقلب هالشلال خلينا ننقل على صورة تانية ونفوت اكتر كمان بالتفاصيل طبع الانتيرير يعني وقتا بتشوف الارض وبشوف كيف تعامل مع الخشب وكيف مع الحديد وكيف مع الازاز بس نفوت على البيت كمان ما بدنا نحس او هو وقتا كان عم يشتغل ما بدنا نحس انه دخلنا ماتيريال او مواد يعني ارتفيسيال لا حط سيراميك ولا حط بلاط رخام واستعمل البلاط من الارض يعني هالبلاط اللي عم نشوفه كأنه الصخرة من بره مليسينة ومستعملين الارض هالقد اشتغل مع الطبيعة يلي حده وهالخشب يلي عم نشوفه كمان الخشب هو ماتيريال اصلا من الطبيعة من الشجر معناته استعمل الحجر مثل ما قلنا اكيد البتون لانه تا يقدر يهدد دالات طبعه اكيد استعمل الخشب والازاز والحديد هولي الألمانسيال اللي اشتغل فيهن كلهم بيطلعوا من الطبيعة مشان هيك قدر هالبروجيه يكون مكسيموم انتجري بالطبيعة اللي حواليه بنتطلع بهالدسك الخفيفة مطرح ما هالزلمة اذا بده يقض يشتغل شوي اديه خفيفة وفيه اقل تفاصيل بس بذات الوقت ترك له مجال وانه يكون عنده محل انه يشتغل اطلعوا فوق الداسك عطول فيه خضار عطول الحجر يلي ملبس لهالفسادات هنه حجر من الطبيعة الموجودة هونيك ما راح جيب حجر تاني ودخلوا على هيدا المنطقة بالعكس استعمل الحجر يلي موجود واستعملوا بطريقة مثل ما نحنا منقول حجر مكردس كأنه هيك منه مرتب اكيد كان الى فكرة انه يكون بهيدا الطريقة يكون كتير طبيعي وما يكون كأنه فيه ماشين ماد بالعكس كله على الهند ميد طريقة الخشب وهالوجهات الكبيرة اللي استعملت استعملتها تعمل كادريت لكل زاوية عم شوفها يعني هون كأنه انا عم بعمل فريم عم بعمل كادر لهيدا المنطقة وهيدا الفيو من الارض وغير ميلة اذا ببرم مثلا على الشمال بكون عملت كادر تاني كأني عم حط الطبيعة بقلب كادر صور الفكرة منه انه دال طبعه سقفه يكون على طول عم بمدل قدام كرميل كمانا طي يحفظ الشمس انه ما تفوت وبزيت الوقت شبابيك اللي عم بتروح كتير بالوريزونتال كرميل لتخلينا اقشع الطبيعة من كل البانوراميك يعني بصير عندي فيو بانوراميك بقشع كل البيت وكتير كتير بحس حالي عايشي برا يعني هالقد الانتريار والاكستريار فيتوا ببعضهم لانه ما كان هموا ابدا الا انه يخلق له هالدالات طابق فوق التاني واذا نحنا قاعدين بالا هالشبابيك منحس حالنا كتير قاعدين برا بس كل اللي نعمل انه تسكروا هالفاتزاد وعمل على طول كل ما بدو يفرجيني انجل او كل ما بدو يفرجيني زاوية شجر من ميلة او من ميلة تانية عمللون فرايمينج بهيدا الطريقة ننقل على صورة تانية ونشوف كمان الانتريار من غير انجل منشوف هون كيف في شجرة بقلب هالأرض عمرها اكيد كتير ما بدو انه يخسرها وما بدو انه اصلا يقصها فهون بتبقى الشجرة هي كأنه نحنا حطين كمان قطعة بدنا نحافز عليها وبدت تصير شقفة من هالانتريار طبعا اتخيلوا قدي حلوة انه هيدا الشجرة عايشة بقلب البيت وكل الحركة اللي حواليها والحيات اللي عم بتصير حواليها عايشة مع منقصت الشجرة بالعكس السقف نشغل على اساس وجودها والأرض انشغلت على اساس وجود هيدا الشجرة وصارت شقفة من الستركتر كأنه عمود من عواميد هيدا البناء وكيف والانتريار نحنا هذا نحنا بس عم نطلع بالصورة وعم نعيش هيدا الحالي كيف بقى الشخص اللي عايش جوه قدي حاسس حالو بعده كتير كتير قاعد برا وبهالطبيعة طلعوا السالون من هيدا الميلي كيف حد الشجرة وكيف الصفرة من هيدا الميلي كيف حد الشجرة وهي عاملها الرومبوان بالنص حتى الأرض انشغلت بطريقة انه تبين كأن الأرض الطبيعية اللي طالع منها هيدا هيدا الشجرة وبدل ما نحنا نروح نجيب فلور أرتيفيسيال ونحطه نجوه ونحطه نجيب بلانت صغيرة تخيلوا قدام هميكانت الانتغراسيون هون بهالنطير خلينا نكفي كمان ونشوف الصورة التانية اللي بعدها هون فتنا أكتر بالألوان وفتنا أكتر بالماتيريال يلي اختارها هالأرشيتاكت فرانك لويد رايت من المهنسين المعمريين يلي وقته عملوا فرش يعني وقته صمموا فرش يعني متل كنابيات وقراسة وطولات بعدنا لهلأ منشتريهم ونحطهم قطع فنية ببيتنا هو صمم هالقطع وصار اسمه كرسة فرانك لويد رايت طولة فرانك لويد رايت كان بيت فرانك لويد رايت يعني هو أرشيتاكت صحيح وعمر هالمبنى كله كمان صحيح بس كمان فات على الانتريار وفات بالتفاصيل وصار عنده إياهن قطع منسميهم برودكس يعني برودكس ديزاينر من أهم البرودكس يلي معقول يكونوا عندنا نحنا بالبيوت طلعوا بهذه الصورة وشوفوا كيف الألوان هالقدة ترابية وهالقدة بتشبه الطبيعة يعني راح على الألوان يلي كأنك قطفتها ضغرة من بره وفوتها لجوات البيت شوفوا الخشب كيف عم ينشغل الطولة النص أو طولة الصغيرة هيدا اللي عم شوفها شوفوا كيف الأرشيتكتور تبعها لأنه كأنها هي قطعة من المبنى من بره ودخلت لجوة بس عملت بالخشب بدل ما تكون بالحجر يعني بتشوفون كأنه الإجران كأنه نعواميد وقلهم بلاتفورم من فوق المقصود مننا شو؟ المقصود أنه الأرشيتكتور تكون عاملة رابال دايماً على الأنتريور والعكس بالعكس والأنتريور يكون عامل رابال على الأرشيتكتور ديكستريور هيدا هي الفكرة من أنه هالقدة يكونوا هالتنين دمان عم يشتغلوا ماكسيموم مع بعضهم خلينا ننقول كمان على الصورة اللي بعدها منكون عم نفوت على أريا تانية من الكوان تانية عم نشوفها من ديفرنت برسبكتف هون وعم بشوف الكالورينج بعد أكتر ماكنوا عم بتطلع وبشوف الحيطان كيف كمانا ما عندي تسعين درجة من الزاوية إذا بتطلعوا بالفصادات الأزاز عطول بتشوفوا الأزاز مسكر على بعضه بس ما في عمود أطعن بالنص مثل كأنه نحن قتم نعمل ألومينيوم عطول في عنا بالآخر بالزاوية في عطول مثل ألومينيوم لا هنا بالعكس هنا الأزاز عم بلف والخشب بعدين عم ببين تحته إذا بتطلعوا كمي بتشوفوا الحيط ما عندي تسعين درجة مثل الخفان بالعكس الحيط مبروم يعني راح على الأرشتكتور راح على الأرشتكتور الفلويد أكتر ليه لأنه بالطبيعة ما عنا ولا مرة تسعين درجة ما عنا زاوية حدي بالعكس الحجر عطول والصخر مثل كلنا بنعرف كيف بيكون بيكون منحوط من وراء الماء بتكون هيك تواريفوا على طول فيها مثل أنه بتزحط نفس الشي نعمل بقلب الانتيرير بشناك منشوف كل الحيطان هون الحفة لنقول هيد الحفة اللي علوها 80 سنتي مسلا طرفها هو مبروم مبروم كرميل ما يكون عنده أنجلز وكرميل ليش لأنه نحن عم نحكي هون قاعدين بنص الطبيعة وبقلب النهر خلينا نفوت على الفيديو تاعملنا برمة صغيرة عن هالأرشتكتور كلها اللي عم نحكي عنا نشوف فرانك لويد رايت كمانا هيدا الفيديو بلش يبين معنا طلعوا كيف هالأرشتكتور داخلي بقلب الطبيعة مثل ما حكيت لايكوا القلية لايكوا الفوطي على البيت ولايكوا الانتيرير كيف الإكلراج كمان عم ينعمل بالسقف عم بفوت الإضاءة الطبيعية مرات هيدا السكتش اللي عم ببين معي هلأ نعمل بساعتين قبل ما كان إجا لكلاينت هلأ عم نشوف بروجيات تانية نعملت مع فرانك لويد رايت وصبغطه بالستايل معين يعني نحن هلا بس نطلع ونشوف حيال الأرشتكتور بهيد الطريقة بغري بنعرف أنه هيدا الأرشتكتور فرانك لويد رايت يعني صار عنده ستايل الناس كلها بتعرفه وهيدا الشي ما بنقدر ناخده بنهار بنهارين هيدا بده كتير إيام وسنين طيس يصير في ستايل وبينمضى بنقول هيدا The style of Frank Lloyd Wright شوفوا الأرشتكتور هون إذا كانت public أو إذا كانت habitation أو إذا كانت recreational كلهم مصبوغين بطريقة معينة لها الأرشتكت بينعرف عن بعد 100 كيلومتر إنه هيدا الأرشتكتور فرانك لويد رايت إن شاء الله اليوم ما بعرف صندرة قالتلي تحت الهواء قالتلي كمان رح قالك هيدا اليوم بيت أحلامي قلتلا إيه لأنه بديك تشوف كيف بلشت الأرشتكتور قدي عن جد كل حدا عنده حلم بيتحقق مثل هالزلمة يلي عطى هالشقفة الأرض لفرانك لويد رايت وقال له هيدا حلمي وجسد لي يعني بتمنى إنه نكون هالفقرات عطول عم بتكون وعم بتحبوها وعم بنبصت كتير من الفيدباك وبرجع بقلكم نحنا كل نهار جمعة رح نبلش من جمعة الجين نرجع كل حدا منكم عنده سؤال أو عنده أي شيء ببيته بده أنه أنا ساعده بالحل طبعه بالأرشتكتور أو إذا بدكم الأكستريور ما تنسوا تبعتولي على هانادي أبو جودي على الإنستغرام وأنا برجع ببعث لكم رقم التليفون وبتبعتولي إيهن هانادي أكتر هن صاروا بيوت أحلامي بس بيبقى الوابي سابي اللي خبرتنا عنه حلقة نهار الأربع هو المفضل لعلي أنا آي أجري أنا بوثك الرأي كتير شكرا لليك هانادي رح نعمل شغلة صغيرة زيادة الوابي سابي رح نروح على ستايل بيشبهه بس شوي موديرن أكتر لأنه مثل ما قلتلك هديك اليوم الوابي سابي ما بيشبه أنه يكون بشقة ميت متر مربع موديرن كتير لا فرح نروح على شي تاني نقدر ندخله بالشقة شكرا للمشاهدة